هذا البرنامج بالتعاون مع Creative Hub ماما في الشغل ماما ماما أنا رادو حسين وإحنا فتان في عملي أنا شكلي وحش قوي في الفساتين مش كده لا لا حقلها وحقلها حديث بيدور بيني أنا وواحدة صاحبتي كل مرة ني خارجين وهي تلبس فستين وعين تتشيك وكله تمام وكده وتقف قدام المراية وبعين فجأة تغير رأيها وتقول لي لا 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 وفعلا تروح تغيره وتلبس حاجة تاني وبعين تقول لي إيه أنا بحب جدا ألبس فستين بس مش بقدر ليه مش بتقدري لما تكلمت معها شوية فهمت إن هي عندها body shame أو خجل من جسمها علشان فعلتها وهي صغيرة وكانوا دايما يقولوا لها إنه إنتي لما بتلبسي فستين شكلك بيبقى وحش قوي لما بتلبسي مايوب بيبقى شكلك تخين ما ينفعش تلبسي الحاجات دي لأ مش مناسبة لجسمك جسمك شكله مش حل وهكذا الفكرة إنه إحنا لما بنكلم ولادنا عن جسمهم وبالذات البنات يعني بشكل معين بيحصل عندهم اللي بنسميه body shame ده اللي هو إن هم ما يفجلوا من جسمهم يشوفوا إنه لأ من فاشن بس حاجات معينة علشان جسمنا شكله وحش سويت رفاعين أو طخين على فكرة ودي حاجة بيشتكي منها سيدات كتير في المجتمع العربي يعني في أذكر إنه 2018 قريت مقالة على ميل ويرلد كانوا فيه خمس سيدات عربيات بيتكلموا من التونس والعراق والكويت واللبنان بيتكلموا عن قد إيه هم في فعلتهم اتعرضوا هم صغيرين الbody shaming اللي كانت تخينة اللي كانت رفيعة وفيه واحدة كمان قالت إن هي لما ابتدت تجبر ويبين عليها علامات الأنوسة أهلها ابتدوا إن هم يقولوا لها إيه ده لأ لازم تلبسي بشكل معين لازم تغطي وكأن علامات الأنوسة دي حاجة المفروض إن هي تخجل منها طيب نعمل إيه نكلم ولادنا إزاي أو بنتنا بمعنى أدق يعني عن جسمهم فيه كاتبة ومدونة اسمها سارا كابلكم كتبت مقالة لطيفة جدا سمتها how to talk to your daughter about your body about her body إزاي تكلمي بنتك عن جسمها فبتقول إنه فيه شوية حاجات كده المفروض نعملها لما نيجي نكلم بنتنا عن جسمهم علشان ما يحصل لهمش بعض يشين أول حاجة ما تكلمش مع بنتي عن جسمها إلا علشان أشرح لها الجسم ده إيه وظيفه بيشتغل إزاي تاني حاجة إنه أنا لما إيجي أتكلم مع بنتي عن جسمها لو هي خست أو تخنت ما قولي هاش تعليقات جرحة ما عودش أحط ستين خط تحت الموضوع ده إيه ده أنت خستي قوي إيه ده أنت تخنتي قوي لأنه الموضوع بيبدأ يشغل حيز من تفكيرها وتبدأ تفكر كتير قوي آه لأ طب لده لو خست قوي يبقى أنا شكلي وحش طب لو تخنت قوي يبقى أنا برضو شكلي وحش فبيحصل عندهم خلل كده بيؤدي إلى البوديشيب تالت حاجة لما ألاقي إنه بنتي جسمها حلو أو شكله كويس ما قولي هاش بقى بقى إيه ده أنت صاروخ ده أنت مش عارف إيه لأ المصطلحات دي مش مفروض أن أنا أقولها البنت مفروض أقول لها حاجات زي أوه you look healthy أنت شكلك جسمك في صحة كويسة أنا مبسوطة أن أنت بتتمتعي في صحة كويسة كلها حاجات في سكة الهالث التوازن الجسم مش إن شكل جسمك حلو أو أنت كيرفي أو أنت مش عارف إيه حاجة رابعة مهمة جدا إنه أنا كأم ما أتكلمش عن جسمي بشكل سلبي أو أتكلم عن جسم ستة تانين بشكل جسم سلبي قدام بنتي يعني ما عدش بقى إيه آه ده أنا أطلع لي كرش آه ده أنا مش طيقة السليوليت آه ده أنا أمنيتي أعمل شفط دهون لا الحاجات دي كلها مش المفروض إن أنا أقولها قدام بنتي المفروض برضو إن أنا أتكلم عن قد إيه أنا مهتمة إن أنا أكون healthy المفروض إنه أنا عايزة أكل بشكل صحي وهكذا خمس حاجة برضو مهمة جدا إنه أنا أعزز دايما ثقاتها بنفسها مش في سكة الجسم في سكة كل حاجة ديها علاقة بأنوستها فأتكلم معنا عن شخصيتها عن زي ما قلت صحتها عن الرياضة اللي هي وتمارسها وهكذا ودايما دايما نهتم جدا بالأكل المتوزن والرياضة أهم حاجة شاركونا وقولولنا إذا كنتوا تعرضتوا لمواجهة مشابهة ولا لأ أو اكتبوا لنا عايزين تسمعوا إيه أو نتكلم في إيه في الحلقات الجاية استنوني على تان فاميلي في تان موجو تان موجو 100% سمارتفون من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول محتوى رقمي جديد محتوى رقمي جديد